توقيت حلقة جديدة من بلدانكم الأسبوعين في الأسرة المكتب نريد أن نكمل كلام عن الحالة التي فاتت نكملنا الحالة التي فاتت عن حقائق الكورونا كيف كنا نقدر نواجه الكورونا ما هي الأعراض بتاعت الكورونا فرق ما بين الكورونا وبال نريد حلقة جديدة ومعلومات جديدة وإن شاء الله نقدر نوصل لكم معلومة المرضة مفيدة أحب الرحل العوانية نزم التفاوزين سبعة الخير أعلم بكم صباح الخير على الفصل عسالي وشانبيل سأبدوك في حلقة جديدة من بلدانكم طبعاً نتحوار الأيام عن السلالة في ناس كتير بتتكلم عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا وهل حصابات مطافة ولا لا وهل هو حديث العالم أهم عن الأيام طبعاً نحن هتكلم معنا سأبدوك كرام وهيكلمونا وهيقلونا كل المعلومات الصحيحة عن كل الشائعات المحاصلة وهل هي شائعات فعلاً ولا هي حقائق معنا وشرفنا وحضر أستاذ الدكتور في صنوان أستاذ التكنولوجيا الحيوية في الوليات المتحدة الأمريكية وأستاذ زائر في جامعة سوهايك النهارة المختلفة أهلا بكم شرفتو شكراً ومعنا الدكتور حسام الدين مصطفى من جامعة الأصغر أدمن جروب غاسد مرضى فرونا جروب التوعية وتغطين المساعدة للمرضى أول محاوطين ونشرواع وأخصطائي الأرجلدية ومستشفى الزاوية العام بمزارة الصح أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم النهاردة عايزين نسأل دكتور دكتور خياسة وحنا عرفنا محاوطة بس التقالية إلى هزول مصر من يوبيل فقط عايزين نسأل بس هل حدث تحاول دكتور الفترة الحالية أهلا بكم أولا بحاجة أرحب بكم جميعا وأحب أصلا بكم المصرين صلاح خير عليكم وأقول لكم أننا سعيد جدا في حناسة الصحرة وغنان وفي برنان تكون تنيز مع الدكتور أبتسان شكرا بالنسبة للسولادات الجديدة البيروسات يحصل لها تطفرات الموضوع التطفر في البيروسات ده موضوع معروف فالبيروسات أساسا حصله حوالي سابعة تطفرات كبيرة ده حدث من شهر ثلاثة لبات يعني نواش جديد من التطفر التطفر الأخيرة انحرس تلكية كل الكلام وكل القلق اللي هي احتمال يكون الليلة من فرحتنا ومن ثم لدينا تصريح في البريطانيا وحاليا النوع تاني من البحسنات في أمريكا وعندنا الحمد لله شحنة كبيرة جدا نجاتنا من البسين فبالتالي مليشة مفروض ان نقول ان الطفرة دي مش هتكون هي سبب انها تقلم ده أولا الطفرة دي الحادثة في البريطانيا تم اكتشافها بالتأكيد من ست شوهر بس الاستريند نفسه او الجزء التطفر ده من الحالات ابتدى يكبر في عدل حاليا نوصل من الحالات اللي تم احصاها دي فيها او فيها نوع البائع الزمن وشنا وجديد هو عبارة عن جزء صغير جدا يعني عبارة عن كود معين في حامض النووي وحامض النووي اللي يسمى RNA وجزء عبارة عن نفلتيدا واحدة حصل لها انها قطعت الشاد فدائما نستعر ان الفيروس من بيحصل ليه ماشي ويكون تحت في بعض المرضى مرضى لديه مثلا اعراض او مرضى اساسا ربقى ضريل مناعيا يعني مناعة مفريرة جدا فدي بتبقى اجواء مناسبة بالفيروس انه يأخذ راحته ويتطفر بالتعال بقول انه هو نفس ويصبح اصبح اكثر شعور بالتأكيد التفرة صغيرة حدثت فيه جزء بسيط جدا ده مش هيسبب انه يتحول لحاجة جيدة ولازال كورونا برس لازال فبالتالي لازال بينتج نفس الغشاء نفس الصدفة الخارجية لازال التبتيب واحد التبتيب اللي احنا نهمل بنسمنا العالم العكل هو عبارة عن الشوكاة ده هو الكورونا الشكل التالي الممير في الكورونا عبارة عن روتين أو بسموك روتين الشوكاة ده الكود نفسه ما هو بالقدر اللي يعمل تغيير شكل للصدفة الصدفة دي لدرجة ان الجسم هتعرف عليها او بالدرجة ان الجسم اساساً مش هيتطوم مضبطة مخالفة مخالفة للفيروس نفسه دين نفسه الحامض الارمعي المخصد بالفيروس في حوالي عشر ثلاث آآ قرب عشر ثلاث آآ جين هناك واحد منهم تغير أو حصل لأقع وسقط من التأكيد نفسه آآ بيقول طيب ده هل هيؤثر على الموجود الكبير اللي عالم كله اشترك فيه عشان نتقول الباكسينات بسرعة خلال سنة متأكد مسلاً ما قد من أربع سنين يعني نتقول وهنكلم بتأكيد عن التسارب هل هي تسارب الجهة ولا احنا التكنولية بتعنا ذات بالدرجة اللي احنا ايه اه دين اكثر امتانيات والعالم كله دا ما اقولك اه حق كل المجهود اول المجهود ثانيا الهيزانيات تجري جدها تساربت العلماء كانوا 24 ساعة فبالتالي احنا ما تسارعناش احنا كنا اه العالم كله كان متحد والعالم كله حتى اشترك يعني فيه شركات اساسا كان فيه تحدي او فيه موضوع تنافس في الواقع اه محدش بدي معلومات بس في الوقت ده كانت فايزر مشاركة مع موديرنا يعني بدلا ما يبتدوا يعملوا تداره اه يتخبين على بعض لا ده كانوا يزاعوا على بعض النتائج وينشوا بالتوازن فبالتالي احنا عندنا عندنا باكسينات موجودة قرامة اه اثبات الكفاءة بصل 95 ثنية اه التكنوليج الجديد او او حتى التقليد منها نحن اكيد سمح لقيتنا بس انا عايزيني ان موضح لكي تصبح مشاركين مؤكد ان الطفرة كيف حصلت موضح او مسلمان بس انا مسلمان كتير بس انا سنة مشاركين تختار طبعا نعملوا يقع ونحن طبعا مسلمان في قوية لهم موضح نعملوا يقع هم موضح 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 الموضح موضح موضح ودور البرد العادي وحد منكم والكورونا وحدت منكم يعني اعتبر عائلة من سابع عمران شكرا في ناس جاء موضح متعرفين على دروسات برد بسابقة بسابقة فمنا عمتوا تكوينوا نعملوا يقتروس ضعيفة زي دور البرد العادي موضح الجزئية دي مش هتغير شكل الفيروس بالدرجة اللي هي مطارن نعمل بكسين تاني البكسين عندنا مثلا كفاءة من اي بكسين حتى لو كان خمسين في بيئة فيما فوق اعتبر كفاءة منطبق لي كفاءة وهي ساعدنا على ان نقاوم وهي ساعدنا ان نتقلط من المشكلة العالمية مثلا المشكلة العالم في التأكيد الطفرة اللي حدثت اكدت اكثر من حجمها وخصوصا سياسية من بريطانيا نفسها يطلع واحد السياسي 70% والبكسين ده قد لا يكون له اي فائدة على المشكلة العلمي ده تمام مش مصبوط وكل الناس ربط تماما ان هذا التحول في نيكروفيدو عدد هيكوني تأثير انه يطلع شبه تاني نبتدي من الصرف لا الكلام ده غير مصبوط وده مش كلامي انا كل الجهة العلمية الموجودة الحديثة بدون احنا لازلنا في وضع عامل ولازالة الفاكسينات اللي موجودة على المائدة حاليا لها كفاءة عالية هساعدنا انشاء الله بيتخوص من الأزمة انا مأكد من كلام حديثة كده من هو نفس قرونها قبل كده هي هي الوقت هي هي ناسب طرق العلاج مفيش حالة مضرارة بالنسبة للمريض بالنسبة لا بالتأكيد هي اللي حصل التغيبة على ما اقرب تقريب وتقول انها زودت من الانتقال يعني من الانتقال من الانتقال فيروس من الانتقال من الانسان انسان يكون اسفع بس مش دي بتترجم على المرض السيفيريت او خطوط المرض يعني الفيروس بيعاجي ناس اكبر بس ما هواش هيفط ناس بالمياجر بالسلوب بإطار أبطي أو بموت أبطي ولازمنا في إطار سيفر حالياً بالتأكيد من خبرة حضرات باري خبرة عام تقتل من 25 سنة إيه الفرقة بيننا وبين أمريك؟ إيه فرقة الإخلاف بالزبط؟ في كلاة احترازية وكلاة تتعامل مع قرون عزة مصر والله الواقع بيقول أن العالم واحد عموماً العربي القرية واحدة على فكرة طرق تفكيرنا زي طرق تفكير الشعر الأمريكي زي حتى التفكير في الأوروبرا وليه ناس كثير هناك عراقة ونفس المقاومة أساساً الواقع الناس أساساً عايزة مش عايزة تحبس مش عايزة تلتزم بالتأكيد في ناس بالتأكيد في مقاومة بالتأكيد يعني في مقاومة ممكن دكتور يعرف دي أنتي باكسينيشن يعني في ناس ضد التطعيم عموماً أو فيش عايزة تطعيم نعم ضدها كاماً يا دكتور يا ده مقاومة من يوم لا احنا مش هنالك تطعيم التطعيم ده هيقول بينا صحيح ضد كعمومة كعمومة من المقاومة بس الكورونا في ناس ضدها بالتطعيم الموجودة في اليوم تطعيم ده والناس على مستوى العلم وعلى مستوى القيادة ومستوى الدورة بكل يوم بتكلم الناس التزموا بتكلم الناس بإحترضوا أكثر لو أنتم مش هتضروا هتضروا ناساني بالضبط كل الشعب على اتفاق إنه فيه خطر والخطر موجود الناس بتموت عدد كبيرة جدا اقتصاديا طبعا تأثير تجد على كل الدول تأثرت تماما فلابد أن الناس كلها تتحت وكما العلم التحت حاليا وعندنا أربع مجميع حوال أكثر من عشر باكسينات وصل المرحلة الثالثة السريرية وحاليا في مراحل أبروبة أو السماع بالاستخدام الجول لابد أننا نلتزل لأن لو لم نلتزلنا حتى مع الباكسين بالتأكيد مش هنقضنا بخلص من القطر اللي احنا فيه طبعا حضرت حضرت في الوقت هناك أكثر من نوع من مصر ماذا فرغ من كل مصر والتاني ماذا مزايا في كل مصر كيف نعرف المصر يناسبنا كيف بالتأكيد نرجع للزاكرة نحن كنا في بداية السنة كنا في ورطة في شهر ثلاثة أربعة كنا في ورطة في مجال نحن الناس كانت تقول فين العلاق فين الأبحاث فين هنعمل ايه العالم كله كان في حالة مرات وطب انتم بتعملوا ايه طب عايزين ايه فالتاني الدول والتاني الابحاث كل دولة لها عملت مصادر بالتأكيد يعني في الوقت عملت مصادر مفتوحة ليه التمويل للأبحاث لجمع التكنولوجي والتكنولوجي الموجول في أوروبا في ذات الوقت فالموضوع ما هوش اسراع في وجود حل الموضوع هو إمكانيات والإمكانيات اللي 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 تحطت عشان نجد حل إمكانيات كبيرة جدا يعني اي مصر كان بيها خد وقت كبيرة جدا أو ثلاثة أو أربعة لحاجة احنا بدأنا نعمله لانه عندنا امكانيات اكتر وعندنا اتحاد ما بين الشركات الأدوية والاتحاد مع العلماء قبل المص لما يتم المرحلة التالتة كانت شاشة الأدوية بتعمل محاولة أو محاولة كم تعمل تعمل سريات مع أصرح فلفي إتحاد عليك تقلص من نقطة جهزة بنفس الإمكانية بالتأكيد لأي ده مشكلة مشكلة كبيرة مشكلة على مال وده المنهج اللي المنهج امتين قفتنا اللي هو الاتحاد على المشطر العلماء وقصل نحينا مع وجود الاشعاع ومعوجود الرف ومعوجود البنبلة معوجود المؤامرات يعني يقولون لأنه مقارب من الناس أكثر من خلال الجروب يقدر يؤدينا الأعراض مختلفة ومختلفتش هل في فعل التحول للبنو سهلة في المواصل مبتدأ أو تحديدها ترسيبه أكثر من خلال الجروب التي ستتعلم عليها أكثر من خلال الجروب مختلفين من مرض أكثر للموجدنا عن دات ومعوجود مصرفين ومعوجود 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 يتكلمون ومعوجود في الوقت يشوف أن يثبت أن تحول للبنو سهلة ومعوجود ومعوجود مختلفة في السلوك في الدخول في الجسم أو في الأعراض ومعوجود حالات تتصاب الأول الأعراض ومعوجود في حالات مختلفة في المعضة أو مشاكلة المعضة بحق ومعوجود حاجة أخرى ومعوجود شهر أخرى ومعوجود احضر ومعوجود حدر 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 أكثر حدر حدر ومعوجود بالتحق فقد حدر فقد حدر 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 ومعوجود يعني في الوقت اعتشافنا ان في ناس عندهم اعراض خالص وفجأة حصل لهم اعراض مثل السكر للتفع الجديد فقط سمعون السكر او طلعا بسكر بلايته السكر التراكومي كان يطلع بجايات سكر فهو مجرم بلايس مجرم اعراض بالسكر العين او بلاكاتر ما حصل بلطورت ويعني في الوقت اكثر تخصصات زي القلب وزي تخصصات الجهاز للقصر الصدر والشغاليون التجاية يقولي ده كل عميونة اي حالة بتوقع الوقت يكون في كورونا يعني بقى خصة القلب وردنا خاليها بقصة في الوقان او طول القلب سريع اول حاجة بشكل فيه كورونا يقولوا انا اعمل لك مسحة وحيرا لانه بقى الهكوة عند الاسم القلب عشان يطلعها مضور القلب فميستبعدش الكورونا والمضور ان الكورونا اكتشفنا حاليا مع تحاول الفيروس انها بتزود الامران المزملة او بتظهرها او بتزود التعارض من النصابات او المضاعفات بتاعتها فده جزء من التحاول الفيروس لكن هل الفيروس بقى اشراس او ان احنا نخاف منه لا مستطيع ان نقول كده انه برضو ما زال بنشوف حالات خفيفة او بنشوف حالية جفعة عارض في المضوع اللي انا بنتراحة بالمضوع التحاول او برضو ما اضيف جنود الدكتور تمر هو متخصص اقتر في الموضوع التكنولوجيا الحيوية والتركيب بتاع الفيروس والموصاب كماما قصة ان الفيروس حصل فعنا بديه تحاول هو قامش مش هيراعدنا كماما لأن الفيروس اساسي اعتبر مثلا زي البناء كامل كده واحنا غيرنا شكل ماذا اللي موجودة ده التاج موجود هو هو الفيروس بالضبط يعني 90 فلمية موجود الواحد فلمية دي اللي بتخلي العرب تظهر جديد فيه اعراض بديدة تظهر بس مهاش اعراض بديدة اللي هي ايه ايه فيها المخصوص فيها تقوم زائد عن ولا كمان ترغيبنا ارمال مصر اللي احنا نقولنا فيه مصر لا ينفعش لك فرحيتنا تقسرت اللي مصر ترغي علاقنا فيه تحاول مصر ارضو جيد دينية اساسية الفيروس ما نعم باعتها فحصل حتى لو حصل التحاول هو التحاول في الفيروس نفسه لو عمسين في المية احنا نتبالها لو تحاول لان كل يوم العالم بيعمل سيكوانس للانواع الجديدة يعني كل يوم بيحط البيروس ويشوفوا الحمض بتاعه المصر اللي فين عشان يعرفوا هل فيه اجزاء اتنسخة او اجزاء اتنسخة اللي هتحاول بيحصل كده لان البيروس بيعمل بيحصل ايجا بيحصل ايجا بيحصل ايجا او تحاولات جديدة بتاعه الاعراض بتاعه الاعراض جديدة بس نفس الوقت احنا نتدور على الفكسين بيديني 50 ستين بان ايه هيقاوم يعني الفكسين هيقاوم نفس السادفة نفس الشكل لان ما ديرىش الشبه كامل ممكن تكون منذ كده ايه مثلا هاي ه brom بل احنا نضع الفرنزة تقول كم من حولها عشرة سنين ما كان تنعطينا الوباء وجايحة براتم هو مكانش بالشهده بقت قد تقوله بس ان الوقت لي ليش لدى المينكر اللي قول لي بيري استفيحها لكا ان ام فرنزة تقول موجودة الاطباع الحال فيه الكلام يعني بسعب عكسو حالات التعاب رئيو وشعفين سعب عكسو يدور على التوانسة بطيوب يعني بل عكسو يمعون بل عكسو يجاب فهل معنا اجرب الوقت ان الفيروس اللي ماتحور هنا سنحصل الوباع التاني حصل من الليبيبلا بيجا في كل فردان لأجرب الحالة خالية مناعة اجرب الحالة خالية مناعة احنا عقودين نوصل لك كان الاول في اول ان الموبا كان دولي اللي بيجلو كورونا صعب انه يجلو تاني كان حقيقي ولا دلوقتي مريد الكورونا اللي خفه وقلاصه نظريا بالتأكيد نظريا المفروض صحيح يعني المفروض اللي اخذ الكورونا الجسم التاع وتعرف اقصصورة لها تبطى الاصل وحطاها في خلايا بالشمال او خلايا الزاكرة خلايا الزاكرة معناها انه لو تعرف مرة تاني بالجسم هو هيصاب لو تعرف مرة تاني هيكحه هيصاب بس خطورة انه موت او خطورة يوصل للدرجة الاميرجنس لهم وسببتنا مشاكل بالمستشفيات ده ما كنا نشوف العادات تجير جيدة وخصوصا في امريكا مستشفيات انه كانت في السعارة خلاص اقعد في مصر اعتقد لبعض في البيض ندافع انه لديدك القلوية وتقعد في البيض مش عندناش مكان اكالم بالتأكيد نحن كنا متمنى نكون في مناعة قطيع والتالي في بريطانيا كان الأول مش مؤمن قال لا بخلي الناس تعدل الموضوع سهل ولو وصلنا لمناعة 70% أو 60% للشعب كله بياخد مناعة طبيعية من العدوى الطبيعية وكذا البيروس ليس سهل منه بيسقط أو يمشي ونحن نستعد بيعمله بكسين البكسين لا بد يتعلم عظوما البكسين دي ما كنتم بقول إن كل يوم بياخدونه بيروس سورة أو بيعملوا سيكوان سينجا أو بيعملوا تحليل الحمدى على الشفوه تغير قد إيه اللي حصلت بقى سبع مرات ميجور بس بقى حوالي 30 مرة بس مختلف بس مختلف في إيه حالي واحد في المئة اثنين في المئة من الشكل العام وده ما نسببناش أي مشاكل إن الموجود اللي تم والبكسين اللي احنا موجودين عليهم كنا منتظرين والحمد للله موجود في مصر دلوقتي شوحنا كبير جدا يعني تقدفين الناس بالتكير إن نحن نصر لدرجة إن نحن الموضوع آمن جدا ومتخلص من الرعب العنائي المصر اللي يسمى الشيئة بتاع المصر الصيني نعم فالمصر الصيني هو أمان أخطر أمان ولا فيه مازال مصر بالتخوف منه زي ما هو الشيئة في الفتر نعم، المصر الصيني أحد الأمصار هناك أربع أنواع من التكنولوجيا السكتدانية نتيجة للتقدم العلم ونتيجة لأن الدول حطت إمكانيات كبيرة وأن العلماء والأطفاء والأتحاد ولا زال اتحاد واحد على رأيك نحن نتخلص هذه المشكلة تكونت أربع مجانية في الدول حيث المجموعة الصين أو أربع أنواع التي تكرر من المجموعة الصين كلها أمصار تقليدية نحن عارفينها من مئة سنة تقريباً يعني الناس مش تتخوف على أنه ده باكسين حاجة جديدة لا، باكسين هو نفس الطريقة هو استجراع عليه الفيروس عزنيه ثم استجراع ثم قتل يحصلوا تصديد بيتام نحن نأخذ الصدفة الخارجية الحمد النووي نأخذ الصدفة اللي فيها التاج اللي هو الشوكا كأنتجن أو سموها مصدقات الجسم يراحز أنه فيه جزء غريب الجزء غريب ده سيبتدي الجسم يعمله صورة ويكون أكسام مضادة وتختزم في الذاكرة لو تم الإصابة الجسم بخلاص عرف عرف أن هذا شيء غريب ويكون أكسام مضادة وتختزم فيه مش معنى كده زي ما قلت لا أكتابل الثاني مش معنى كده أنه مش هيدخل في مراحل مش هيدخل في مراحل داني بإمكانه مش هيدخل في مراحل خطورة هو هيقد هيحس بالأعراض بس مش الأعراض اللي مش الأعراض اللي أنخذيه المستشفى أطلقها بالتأكيد أو في ناس وفي ناس بالتأكيد عنديها أمراض مناعية وجهاز الماء بتاعهم ضايد جدا ناخد من الخضرات كيف كفين؟ ايه ناس اللي عندها الأمراض المزمنة اللي هي ما يمتعش تاخد المصر يعني الناس دي تتجنب المصر طبعا في محاذير والدكتورة عاديدة هتكلم عنها أطلق منك أن النص أساسا مع الناس اللي عندها أمراض مراعية بالتأكيد هيكون لي أضرق لأن المصر بصحة بالتأكيد نعم 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 وكلمة النسبية دي بقى لازم تحطه في الجلال معنا في ايه؟ ان انت مش هتأخذ برضه كالب المناعة انت مفعش تقول انت مثلا عندك عمضة كده مثلا مش محتامة او انت مثلا لحد ما بينامش كويس شغل مقرب ما بيأكلش كويس حتى عنده أديميا يبدأ مش اننا هبقى كده واننا هبقى كده الفيروس بس المصلح يحميل لازم احافظ على مناعة دايما في الوضع المتأهب او الوضع القوي يعني حتى لو حصل الغزب حتى طبعا كل انا بيحصل معانا هم كده مثلا شغل طبعا ايه؟ لازم اعورد لكن منفعش بحياتي كلها ان انا بنامش او بنامش كويس او حياتي كلها ان انا بقلتش كويس لازم مناعة دايما تبني احققتها في مستوى قوي مش بس عشان القرونة وعشان اي مشكلة حتى لتبارات مزمنة وعشان الصفية طبعا الدكتور كان يتكلم في هذه الاحترازات على التعلمات المزمنة لو حتى هيأخذ المصر طبعا الدولة طبعا تبفي المصر يكون فيها أبلوية الباطنة محننها في كده او طبعا الناس انا في مجرى وفشنا مع الفيروس وفي احدى مصر حتى موجودة يعني ان كانت طعيفة كتاب لازم تأخبوا كبتزول لأطرات بنائية يتأخبوا صفتات المناعة ومعامات المناعة بطوعة عندهم ويجبون تكتو حاجات المناعة فلازموا ليش بيهزين انهم لقدروا المصر لان انهم خدوا المصر طبعا مجازين منها مش متقابل او حاجة عائلة وممكن ان احسر الاكشان كامل؟ وزبا احدا يتفعوا كامل بمعامات الماء التحطة ويأصل مثلا مثل حاساسها يشتري فمش كل موضعين فمعين بالتأكيد بالتأكيد المجموعة الناس أو الناس اللي مناعتها ضعيفة وعندي مثلاً السكر عندي الضغط عندي أبراد مناعية ويأخذ أدوية أدوية أساساً المفروض دولة التوقيت ده بالذات يبقوا أكثر حرصاً ويقعدوا في البيت أكثر ما يكونوا في البيت مش هما بس الناس اللي حواليهم اه تأكيد بس الناس اللي يتحرك مهلاو 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 مش هيقابلوا الناس اللي يتحرك حواليهم بالأصل مش هيقابلوا الناس أكثر مش هيعملوا حفلات مش هيروحوا عائل مرآة وكلام ده كده لأن احنا مشكلة على البال من المصر ده او سواء يحقق مناعة القطيع او أكثر عدد منه أخده فيعتبر وهي أمام ليه بأنه يفروحوا مرآة المطبعية بالتاني مشكلة 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 منطرفين مشكلة انت عندك مناعة قوية وخاس نفسك قوي في الوالد او الوالد نعم او جد ونعلم يقول ربنا وناس انه خذك احدث مناس ملد من خلال ما عمدتك مع المرضى والناس عمدتك شاف الوعي اختلاف من تفكير الناس من خلال الموقع أولى أو ما زالت الناس بتفكر بنفس الناس الحمد لله طبعا انا شايف عبر غروب وسائل الناس دينا وتعمل مباشرة مع المرضى وانا بيضاء المستشفى بيضاء المستشفى بيضاء الساحة وتعمل برضو مع المرضى يوميا وفيه اعضاء جديدة على فكرة تلك نشوفها من الويرس وانا شوفها من الويرس وانا شوفها خانية مهضوب يعني انت عادة حاجة مثلا محصفية وانا كنت عمدتك فانا قلت بيضاء عمدتك قالوا انت كان عندك عرب برد فتاكات وانا قلت بيضاء وانا قلت بيضاء التفاعل على جلد وانا ديجت انه كان عنده الفيروس ومش عائل الناس معظومش عرب ولكن كانت تعالون مع الناس وكانت تعالون صراحة اكتشفت ان غير فتاك خالص احنا اول فيرس الناس كانت تعالون مع الناس انه حاجة جيدة خالص وانا قلت برد حتى فا اي حاجة يقوله في فالس كانت تقلقنا انا عايز اعمل مصر وانا قلت بيضاء عندي كذا وانا قلت بيضاء اعراضك ايه لا انا خايش يكون عندي استانه مش عارف ان باني تحصل بايه لا دلوقتي الناس بيدفع المخلاص ان انا اي اعراض عندي انه مختبر انها تكون كورونا وانا مش خايز اعمل مصر ممكن ابدأ لك عراضة طول فالحاجة اللي استفدناها والناس استفدتها الحمد لله في الوعي انه اول ما يجيني اعراض اي اعراض ببدأ علاجة مش هستنى لسا ما اخذتها بقى سبوع لان احبته علاجة على طول ومسحة دي بس بوزي تكميني معايا هو اكد مش هينفي بس هاي اكد ورد مدرجة الحرارة ترتفع عشان كده في اندوكلاسيا الاول والسهل لكل المصمارة في الوقت انه كميس درجة الحرارة اول ارتفعت فمسحة اتطور انت بتاع بالمسحة او تقعد في البيت على مانا شوف نفسك تاني طبعا فيه واعية حصل من التبار حصلين احنا انه برضو كنا نقاطب بار كان في الناس من اول خالص كان خافلو انهم يخافوا باريته طولة اصلا كان اصحاب انت اعداد انا كان خايف على الولد وخايف على الوصولة لكن لكن الواجي زال الحمد لله كلهم الحمد لله يتعاملوا كلهم في مواجه البرد وناس كيه طبعا يعني شوالات البرد من اتمنى طبعا من اتمنى طبعا من اتمنى طبعا من اتمنى زوجة البرد انا طبعا محملة بطولي شدية انا كم فيه ناس كان بكاتل رعاية وكاتل بباطنة عادين يوميا مع البرد في سلال الرعاية مش مارين واحد ده بتعاملوا خمس سورات ليش التالت انا اتمنى كل الوحيد في شغله هو هم بمروزة انا اتمنى اتمنى ومش عادفين نعمل ايه لاز اكتسبت الخبرة تراكمية الوقت ودكاتلة اخدت بالفعل مجهود عشان تتبطني تواجه وتساعد بقلب معرقة صحة يعني ايه ما هوش وده مجهود كبير جدا واحنا وزيرة الصحة الدكتورة اخدت اللاكسين اللي هو الصيني اول ماس وده اعتمر موضل يعني للناس وده اي صبعا المجهود العمراء السن من ضمن الدول اللي شاركت في التجارب السريرية لان كل الدول بالتأكيد بساعد بعضها فايزر مسلا عملت اكثر من اربع دول شاركت في التجارب السريرية مصر كان لها دول انها تشارك مع المغرب والاماراتين تجارب سين انا السين اقرب لنا حتى ببقرافيا هذا السؤال اختيار مصر لان احنا اشتغتنا لان ده واعي سياسي وواعي القيادة ان احنا نخلي شريط ده شريط وشريط اقرب لنا الجغرافيا بالتالي التجارب السريرية ده 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 بدون بيه انا الآن مغرب من تجارب السريرية فايزر عمل تجارب سررية لمرحلة الثالثة على سنة أكثر من ستين ألف ده تطوع لخنة البشرية احنا مواجهة احنا تعالى موعد في نفسه مشكلة فيه جائحة فيه مشكلة اقتصادية معداش سافر من مكان لمكان معداش اقتصاد ناس سابق وظيف مشاكل كتير جدا ومشاكل حتى اجتماعية اصبح الموضوع بموضوع سايكولوجي احنا كلنا اتحادنا بالتأكيد ان احنا نبقى جزء من التجربة والجزء من التجربة وقفاد مصر بالتأكيد لان مصر تكون نفس التكنولوجيا احنا شركة اعتقد باكسيرا ستكون شريك سينوفارم سينوفارم تصنع نفس الفاكسين تصنيع وفيه شركات اخرى حاليا بتعمل مصر المصري شبيه لان التكنولوجي واحد حاجة تقليلية عامل وبالي نشوار اه مواجهة الهزلة بصراحة مواجهة الهزلة بصراحة تعطيك قرار ارماظ المزمنة او متابعة الادئة المزمنة اكتشافتها يعني طبعا العرض الواقع بانش عرفت المستشفى للأوضوات السحة حالهم يجد عندنا يوميا هلأي ما هناك شكل فيه ولا بكشية افترى هو مش عارف مثلا من التجربزيون أكتما كثير أو كتindre بقوله انزل بجهدي تحت وهيز ضغطه سفر مجانا ساقنا لديه لديه سفر أو لا في اكتشاف وفي الناس يجب أن يكون لديهم حملة إلى سكاره عالي ومسا لا يطلق سكاره عالي وطبعاً هذا جزء كبير في أن أرفع جهاز مريعة وإن حدوى عندي جهاز ليس ستسلم وخليف حالة شدة طبيعية فإذا كانت أي مشكلة لديهم حتى يكون تأهيباً هذا كان من دور الدولة الدولة التي شاهدت برد الواقع في المستشفى وكانت التمريد يقفوا في التوراقات التي كانت من الأيادات وكانت صوت عالي بأحد الناس هجماعة المسوك جميلة فقط أنتم محتاجين للمناء مبوضة في الأكل التي تأكل في الجيل كل شيء تأخذ غوات كتير تشربوا لبن كانت في فترة أن الأدوية كانت نتواصف الصدرية فسألت أنت محكتب تجيب ومتعلك كُبالت بردوني بها رخيصة حالس دينا فقط أنت محكتب بردوني بها فقط أنت محكتب بردوني بها وقت الخفل مع المأكلة بتروح من الناس كلها تتروحها طبعاً الواعي خوف والقلق خوف والقلق خوف والقلق خوف والقلق خوف والقلق طبعاً الحمد لله مع ذات الوعي بالنسبة للتعامل النفسية ده برضو ساهمت في تأكيد حالات الوفيات عن الفترة الأمانية في الزرعة الأمانية الآن الآن من الإصابة أكثر نحن عندنا مليون عندهم من حوالي خمال شهور هذا يمكن أن يكون عندنا خمسة مليون عندهم فالحمد لله عالد الوفيات على مليون أقل في الفترة الأمانية لا عالد الوفيات دلوقتي أقل نحن قررنا أنه عالد الإصابة من عالد الوفيات هناك بعض الوفيات هي أقل اللي يبقى أن هناك ناس كتير الحمد لله مع الفيروس من الأول هناك بعض الوفيات دلوقتي يمكننا أن يكون المضعفات فهو يجب أن يكون المضعفات فالنأس كتير بدأت على طول في أول مرة وفيه طبعا الوعي بزادة داني في الغطباء في أسبوع المفتوحة في الوردة فبعده قلق الناس يوصلون للمضعفات ما ثم يتكلم يمكن أن يكون المضعفات هو الوعي مناعه كان هو أكبر عامل عملي في البرد الوصول للمضعفات هو خايف على نفسه وإنها مشيك في طوالط العاصم يعمل يكف عن مستشفية حياة يجازن أنها عم تقرب نهار تماما دلوقتي لا أهلا بمرضى الحمد لله اللي برد يجعف من الأعراض ونحن دكتور عائد فميبقاش روحة المستشفية غير لكون فعلة شديدة فده برضو ساعدة تقليل على الوافيات وده برضو بسبب برضو أن الدولة برضو عائمة وعيبة عن طريق الإعلام وعيبة عن طريق المقافل على طريق المصمرة طبعا بالنسبة للمناطق الدكتور عائدها بالنسبة للمصر كل التقارير رعتبر مفاقق جدا عن أمريكا بالنسبة للعادة لكل يوم أمريكا أكثر من مصر 25 ماما لو حسابتي عادة الوفيات لكل مليون احنا يعني ناس بتشاكك ده احنا أصلا اللي بيموت أو الوفيات اللي طلع بكورونا معه فأيام مش هتتساكبها العدد طبعا ايه اللي بيطلب مسحة او يطلب ده شخص الدولة مش هتتروح لواحد هتقولوا عن الناس حتى بالتالي كل الكيسز بيتبعى موجودة وأعداد الناس اللي اتصل للمراحة الخطرة اللي هما أكثر الناس تعرضت بالمضاعطات وبالتالي ممكن تفهم الله سبحانه وتعالى فبالتالي من المعرفين عدد لو حسابنا عدد بالنسبة للمليون هلاقبل بالتأكيد مصر نفواتك تماما وقصوصا يعني ان مصر الجو وحتى البيئة وطريقة الغزاء نفسه أقصصا في الجانب كله الناس بتاكل خضرات كثيرة جدا عن الشوق في الوسطن هموسفيرا أو الدور الغربية في أمريكا مثلا أو في أوروبا بالإضافة أصلاحة وإحنا عندنا هنا الجانب الطبي ممتشأت مسألة العمريكة مسألة القادرة طبعا عشان ليكشي بزن من مركز طبي أو كان طبعا يقوم حول كده للمركز الخاصة مش كتير زي عبدالي هنا عبدالي الحمد جاي لكل ما همتعمل ينا أطباء والناس يعني ما بتغلبش والتواعيات 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 زي الدور المحضرتك والتواعيات 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 هنا سهولة المريم يكشي في بدري واللي يحصل على علاق بدري أكتر من أي دولة في العالم يعني الأطباء هددهم كبير والعوائيات الخاصة كثيرة بسرشوات الفقومية برضو مغطية كل المناطق بسرشواتها الخاصة كيل جدا فالمريم ما بتغلبش أنه يوصل لمشورة البيوس السادريات برضو يعني ما هدناش الاستريكشنز أول موجودة في الوقت من تحرف أي دولة تانية لأنه محتاج دولة لازم من التطريب له ممكن نبدأ أول محس الحرارة مالك إني أعاني في الجائحة دي كانت ميزة إنه بتدول علاق بدري مش هستنى إستنى الدكتور سيشخص حالتي وعملنا أشياء عمالة بس فيه فيه الشباب الشباب الوقت الثلاثين والخمسة والثلاثين سنة ونسمع أنهم هتغفر احنا أقولنا لهم الحلقة أقولنا الحلقة الفاتحة أقولنا الحلقة الفاتحة إن احنا بنخاف على كبار السن لكن فيه الناس كبار السن عندهم أرباد مزمينة وقبار شديدة وقباراتوا عدوا كبارس بسهولة وفيه شهدات ما عندهمش حاجة ونصوموا مفلس وحفظهم خانات وفاية وإن فيه عقول مهمة جدا أن المناعة غير الأرباد المزمينة ضير كبار السن زي ما هنا النوم مفيش حاجة تلك المزمينة بينامش كويس والتوتر الحسن والأكله تدخل على الجزائر الخاطئة تمام؟ فده برضه اللي ساهم إن فيه بعض الشباب حسن من مشكلة والسباب حسن التعروضة يعني الشباب هو أساسا مفيد بس يعني احنا مصر كنت في كتابة قبل كده ان مصر يعني بسم الله ما شاء الله عدد الشباب كبير جدا على الأقصائية ده شبه ده شبه فهنا عندنا عدد شباب كبير جدا فنسبة عبادهم أكثر ونسبة نسبة السهتارهم أكثر بالنسبة إن كان فيه دلوقتي فيه وعي كبير أنا شايف الوعي ما فيهوش كامل عشان ما بينهم محقيني بس افتار احنا أحسن احسن ده شبه ده ما أقول الدولة من أخدت شيء توعية ناس كانت بيترهنوا على توعيد مثل احواحنا احواحنا ده رهان التوعية ده ده يكوز الديمقراطة في أي دولة أقولك إيه غير أنه انت حر انت تعمل اللي انت عايزه أحمي أهلك أحمي نفسك وده كانت موجود عن المشتوى السياسي وعن المشتوى التوعاء وعن المشتوى وعن المشتوى بالتالي بندي لها تقرية ده مش موجودة في دول كثيرة جدا ان كانت بتطارد الناس وحطاها تفاقفون وحطاها على تشوفهم راحين فين وتمسكهم وممكن تفاقفون نعم نعم بتأكيد اه فاحنا يعني مع كل يعني ماهاش اقتصاديا طبعا اه احنا التعاملين اقتصاديا ورايز يعني يعني موجود كبير جدا في انه يطور عندنا عندنا يعني ما عندناش الامكانيات كبيرة جدا بس عندنا الشعب الواعي الشعب اللي بيساهم في انه يحل الازمة والشعب يعني يعني بس قرار ان كل السينو فارم للباكسين ده يكون مجاني لكل الناس والدكتورة ها اول واحدة اخدت الباكسين ودفعة جاة من 10 ايام تقريبا الدفعة اولى وطبعا الدولة هتبتدي تقريبا حقا الدكتور في الأطباء الأطباء ثم الناس اللي اكثر احتياجا ثم يقولوا للناس اللي عايز دولة مش هتفرض التطعيم احنا عايزين الناس هي اللي تقول انا عايزة تطعيم التطعيم هتكون مجاني والناس المفروض تتطع لان المشكلة اللي عام ان هو التطعيم آمن وما فيهوش اي مشكلة بالتأكيد وما فيهوش داعي من التطعيم مفيهوش مفيهوش اي علاج ملوش اعراض ملوش اعراض يعني الباكسين بيضره تجارب سرير يعني اللي بيضره عشان يشوفه فيه اعراض ولا وفيه اعراض بس واحد مني يوم يعني فيه واحدة بس عراض نفس المص اللي تحصل لما شكل في الاطفال هو اللي بيحصل بسرعة 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 ده مش مميت كل الاعراب ديني وكل الفاكسينات الجليل حتى هم اربع انواع الجزء التقليد التاع الصين اللي احنا هنقوم بتصنيعه 100% في مصر ده ده احنا عارفينه من 150 سنة هل شخص المحن يمكن ياخد اكتر من الجرعة او مية جرعة واحدة بس بنتك فيه ان هو يكتسب مناعة او تدفع المناعة اقضت وقاله ادى حلقة المكانة كده بش محوظة اقضى يكون براتيب ما يكون بينهم سبعين ثلاثة سبيع عشان يكون خاد مناعة وبرضه احنا كنا نحن نتوقع ان هو هايخد مناعة مناعة دائمة احنا نخط المرحلة الصعبة عشان نفوق هل ممكن لان زي ما قطلت كل يوم بياخد صورة الفيروس نفسه التكنولوجي الوقت موجود الشركات الفايزر اكسفرد مديرنا سينوفارم يعني اربع اسبانيكس الروسية المستعدين عندهم تكنولوجي ادونا الشريط وشفونا التحولات الرسالة الجديدة ونعمل باكسين جاهز لها زي ما الانفروازا كل سنة بنعمل باكسين جديد ده هيحمينا تسعين خمسة تسعين في المئة ده اعتبر بالنسبة لهم بتفاقر انا مبسوط جدا باي شيء يصل اكتر من خمسين في المئة هيخلينا عندنا مناعة خدنا مناعة بس مصدناش مرتناش التوارد محدش من افراد احبابنا بفضل الله العالم دلوقتي ماد منه اكثر من مليون مصد الكيس اكثر من 78 جليون ففي كل الكيس دي صارت كام الناس اللي بدي ثابت اعيانها او ثابت يعني فيه كارثة في المصد ده هو اللي هيعرفين من الكارثة على ست سبع ثمان عشر شهور حتى لو كان مناعة دين الحد ما نعرف نشوف اللي ممكن عند السنة و نتمنى و نتمنى في ناجة الحالة اخر معلومة من الحديثة ان المصد يأخذ من 8 ل 9 شهور و ده الحاجة اللي حدنا نطمن بها نطمن بها حد من العد الأزمة فالحمد لله وصلنا مرحلة قويسة احنا عدلنا بكل مهار داوز مرحلة الدكتور في البيئة و دكتور فيصل يقول لنا كلمة كده للمشاهدين في البيئة و برضو دكتور حسان يقول لنا يوضي لنا في البيئة كلمة للمشاهدين اللي يقدروا يعني معلومات كده او معلومة في البيئة اهم معلومة من دكتور فيصل انا انا عايز الوعي هان على الوعي ده الجزء الهام اللي ما ناخدوهش بخف الدم يعني ما نقولش مثلا بيرانوا عليه احنا جزء من المشكلة ان لما كناش مع بعضينا نتخلها نشكل حالي هنوعد طول عمانة في الناس وتبقى في المشكلة ومشكلة كارثية مش هنتكلم عنه والناس ماتت ومعزق كل الناس انا لي اصحاب الاهلين توقفوا يعني فيه ناس كتيرة جدا الصابت فالتوعية مهمة جدا الدولة بتقوم بجدور كبير بعدها تغفر ما هو متاح تردر حالي فنهيب الناس كلها انها تستيب للتجاه الاحترازي وتساعد الدولة وما تحطش نفسها في تقيم الخطر نفسه وما تحطش نفسها في خطر المريض يعرف يعرف البيت الشامف يعرف نفسه انه هو مش قوي لا ده فيه ام والدته ووالده ومعاكم لابد كلنا نتفق ان احنا لدي مشكلتها كلنا مشكلة الدولة والله انا عايز اقول للناس كم نقطة يوزوا قابلين اول نقطة نقولها مش عايزين نخاف لسه دكتور بيقول انا والعلم كله في اصابة وتوفى منه واحد ونصف مليون نصف ونصف حتى وفقية الفيروس مش الشير ان هو مفزع بشكل ان انا نبقى خايفين جدا لو كانت اصابة اغرب الناس بتعدي وبتشفى الحمد وان لو جاءت الفيروس ارتاح كويس ان شاء الله على علاج مبكر مش هصلا مضعفات وتعدي مسكولة كدام انا عارتنا كتير اطباء اكثر مهارة فيه علاجات موجودة وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوصل لسفر الافريقات اتمنى كل خير والمصريين والعلم كله كلنا في العلم كله بالتجل من الجانب المهمة دائما يجب الناس تبص على الكلام وتسمع وتخانوه كويس اي اعراض تجيلك حاجة بسيطة خالص اعتبرها كورونا عجلة لاني اثبوت العكس عشان لا تنزيش نفسك انت تبدأ علاج وتبدأ عزم وتحمي غيرك اذا كنت اعرضش احد عشان لا تصدوه ولو كان ملابود انك تنزل وتتحرك شغلك حاجة مش هتتوقف فيها مثلا في البيت حاول ان تبقى راحتك على قد وتعود الى التعب ده وتربز الكلام طبعا عشان انت احنا حواليك اشترك طبعا ضمن الوقت دي عادل صورة فاحنا مشاكلين في هذا الحلقة احنا مشاكلين لحضراتكم ان شاء الله انشاء الله ان شاء الله وعمل السفر ومن السapat ان شاء الله في الط Evangelion جدا بإكمالها نيف انا بتطلب اللي انا السابق أن شاء الله بسعكم إسم الله بسرعة شكرا